اختتم المنتدى الاقتصادي العالمي الامريكا اللاتينية في الارجنتين حيث قدمت بيونس ايرس جملة من القضية البحثية بخصوص التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها امريكا اللاتينية التفاصيل في التقرير التالي مع الاصلاحات الاقتصادية السريعة التي تشهدها تعتبر الارجنتين احدى نجوم المجتمع المالي الدولي ما دعا لاختيار بيونس ايرس لاستضافة المنتدى الاقتصادي العالمي فبعد 12 سنة من السياسات الاقتصادية الحمائية تحت قيادة كريستينا كولومبو فتح الرئيس موريسيو ماكري صفحة جديدة في الاقتصاد الارجنتيني إنه وضع أنها ليست تغييرات كريستيجية التي بدأت منذ 15 شهر فقط بل هي تغييرات ثقفية أيضا على الرغم من ذلك فغالبا ما يصاحب الإصلاحات الاقتصادية توتر على الصعيد الوطني حيث دعت الاتحادات إلى أول تظاهرة وطنية ضد الحكومة وخططت لمسيرات تندد بارتفاع معدلات التضخم ورفع نسب التعرفة الجمركية التي يرى البعض أن القطاعات الاقتصادية الأقوى هي المستفيد الوحيد منها وليست القطاعات العمالية لم تصل الاستثمارات كان هناك الاجتماع مماثل في سن الماضية ماذا سيقدم موريسيو ماكري لمستثمرين لم يقدم سوى خفض الروابط وقوانيل عمل حشة ليرى إن كانوا يستثمرون أم لا إلا أن بعض المحللين يرى فرصة لتقوية التحالف الاقتصادي الإقليمي هناك أسود عالية تدأو لتعزيز تتامني في منطقة أمريكا اللاتينية ولدينا مناظمتين هما متر كسور واتحاد الباسيفيك فلماذا لا نعزز تعاون تجارية في داخل المنطقة بدل من صب احتمام على الفرص الخارجية فقط؟ نعتقد أنه يجب على الدول الأمريكا اللاتينية التفاوض بشكل أكثر تكاملا كما ذكر ميل جويزو أنه يمكن لدول أمريكا اللاتينية أن تستفيد من العلاقات مع الصين إن تعاون بين الصين وأمريكا اللاتينية مفيد لكل الجانبين يتعاين الأمريكا اللاتينية أن تكون أكثر نشاطا كما أن على الصين تعزيز فهمها لأمريكا اللاتينية وعلى الرغم من كل ذلك لا يزال التوازن بين تحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الاندماج الاجتماعي قضية وتحدي يواجه أمريكا اللاتينية